اشتركوا في القناة تبتدي الناس تنزل لشغلها وتبتدي الناس تنزل في القهاية وتنزل في صارات الجيم وكله في زمن كورونا يعني الاجراءات الاحترازية دي جزء لا يتجزأ أو هي العامل الأساسي في كل الاجراءات اللي هتأم صحيح تقول عايزين نتكلم الوضع على الاجراءات الاحترازية بصوا حضرتك احنا من حيث المبدأ احنا لازم عندنا وعي احنا ليه او ليه الحكومة خادت هذا الاجراء بالأساس طبعا الهدف اللي هي العملاء الاقتصادية احنا يعني كل دول العالم تأثر بموضوع الجائحة الفيروسية كورونا اتخاصة بالكورونا فطبعا لازم يبدي لابد ان يكون هناك معالجة وزا ما قلنا في الحلقة السابقة لابد ان يكون في مواجهة مجتمعية لانه طبعا كان لها تبعات واثار اقتصادية كبيرة يبقى احنا دول العالم لما زي من سميه اعادة الفتحة مرة اخرى ده مش عشان خاطر الكورونا او الجائحة قلت او كذا او كذا لا ده عشان خاطر نقدر نقلل تأثيرات الحدثة التي اجا ليه الحالة الاقتصادية وترديها وطبعا احنا عندنا الشعب المصري فيه نسبة كبيرة منه باش قليلة بعمالة مثلا يومية او وظائف بتعتمد على زي يعني وظائف بتعتمد على وجود تجمعات يعني هي دي الاساس بتاعها فطبعا لازم احنا فهمين ان ده ده اللي نقدر نمواجهة الرقود الاقتصادي او الحالة الاقتصادية مش عشان ان الوضع بدأ يقل ولازم فاحنا حتى اللي هينزل او اللي هيبدأ يتعامل لابد ان هو باردك وبنقول لو يقدر يقعد في البيت يقعد يعني احنا رغم الفتح بنقول باردك لو يقدر يقعد في البيت يقعد ما فيش مشكلة طب ايه زل النهاردة لا احنا بقى بقى لنا فترة بقى حوالي ما يكرم من ثلاث اشهر في هذا الهاية في الخضامة هذه الاحداث وعايزين نغاية لما تيجي تنزل سواء كان الجوامع او اذا كان المساجد او الكافيهات او صرات الجيم او المطاعم لازم اهم حاجة اهم حاجة في دولة هي التباعد الاجتماعي لابد ان يكون هناك اضمن ان هناك تباعد اجتماعي لا يقل على المتر يعني اذا اول اجراء احترازي نقول التباعد الاجتماعي ده اهم اجراء اهم من الكمامة واهم من التطهير اليد واهم من الكلام ده كله ان هو التباعد الاجتماعي ليه لان احنا عندنا نسبة بتبع نسبة ودي حاجة معطلب بها عالميا ان هناك نسبة من البشر بيكون حامل للمرض وليست لديه اي اعراض او بيسموه كارير او اللي هو نقل مصد بالتباعد الاجتماعي يا دكتور التباعد الاجتماعي ان هو يكون فيه مسافة بينية بيني وبيني قدامي زي ما احنا كده بيش اقل من المتر ده هو ده التباعد الاجتماعي او السابون التباعد الجسد دي يعني التباعد الاجتماعي او التباعد الجسد يعني طبعا العداد اللي احنا متعودين عنها كشاريين السلام بالايد والاحضان والبوس والكناب ده كله وفي بعض الاوقات انا شفت حتى يعني عادة يعني هو مش بيبوسوا بالخدو او كده بيبوسوا بالكتف طبعا ده برضو بصدر نقل عدوة يعني احنا برضو احنا نجب نخلي مننا مديب اول حاجة التباعد الاجتماعي رقم اتنين ان انت يبقى معاك دايما معاك الكحول بتاعك المطاهر بتاعك ويكون مشاكلة بالسامير طالما نازل يبقى دي اجراءات زي كده اللي بيعمل اي عملية لازم عادواته جاهز هتنزل تقعد على الطفيق او هتخش المسجد لابد ان يكون معاك المطاهرات بتاعتك وتكون جاهز لو انت لحنا بقى بنتكالب ده الكمام لابد الكمام نحاول بقادر مستطاع انها برضو تكون موجودة طالما احنا هننزل نخش الاماكن لو هتبقى مغلقة او هتبقى التهوية فيها مش كويسة لابد ان يكون معاك الكمامة تحسبا ان الكمامة هتقلب نسبة كبيرة جدا من فرص انتقال العدم اذا الكمامة في الاماكن المزدحمة الاماكن المزدحمة ده اساسي يعني دي حتى يعني احنا حتى بنقول لان طبعا موضوع الكمامة ده يعني حاجة كبيرة جدا وموضوع ضخم جدا برضو اللي السيلة الان في حوار وفي ديبيت فيه ان هو هل هو فعال او مش فعال او او لكن احنا بنقول ناخد بالاخوة ناخد بالاخوة ناخد بالاخوة لالاقل في الاماكن المزدحمة المواصلات العامة لابد لازم يعني لابد الكمامة تكون موجودة ولازم ابقى انا حريص دايما ما لمس اي اسطح بقدر مستطع ولو حصل للمس التي يجا للاحتكاك او التي يجا لانا محتاج ابسك او اسند او اعمل يبقى معايا المطاهب بتاعي في ساعتها ان انا استخدمه باسرع ما يكون طيب انا دلوقتي لو حتى الاول نزلت مثلا المسجد طبعا المسجد يفضل طبعا احنا ما نخشش اباكل الوضوح مش لحاجة لان احنا برضو اطبعا دي اماكن مغلقة ما انا رفش ايه اللي ممكن ان يحصل جوه يبقى فيه مصدر العدو او كلام من ده طبعا ما فيش مشكلة اكتبقى نازل متوضم البيت تبقى نازل متوضم البيتك جاهز جدا تبقى انت حضرة كنت طبعا تتابع فيه مسافة بينك وبين المصلي اللي جنبك يفضل طبعا وده يعني ده اساسي اللي يكون معاك المصليه بتاعتك المصليه بتاعتك لازم تنزل يعني مش يفضل ده لازم تبقى معاك المصليه بتاعتك لانه طبعا تكرار الصراف نفس المكان ده مظم المصادر نقل العدوى ده بالنسبة الخاص بيه طبعا ولابد ان طبعا الجزء خاص يحتمل على المساجد المساجد لابد انها تجاهز تبقى فيه مطهيرات موجودة في قلب المساجد يعني الكحول وطبعا طبعا قبل وبعد الصلاة يبقى فيه تطهير في قلب المكان عشان نقلل الازدحام نحاول بقاعدة المستطاع ان هو يبقى فيه مسافات يعني المساجد اللي هي الناس اللي طبعا السل كبير سل كبير طبعا دول بيبقى اكثر عرضة للاصابة بالامراض فلازم نحاول نقلل وحتى واحدة من الصلاة لازم يموجود مسافة اعتقد ماتر ماترون طبعا طبعا لازم يكون فيه هذه المسافة وزي بقول لحضاك بقى بالنسبة بردوك لك طبعا الحاجة المهمة بردوك لو فيه انا انا رأي شخصي لو فيه حد عضو من اعضاء الاطقم الطبية اي مكان افضل ده ما ينزلش يعني افضل ده يعني بردوك يعني ده رقم واحد اه ده رقم واحد يعني لانه طبعا مؤرد ان هو حامل الفيروس حتى لو ما فيش اي اعراض اللي هم خلال 14 يوم فنفضل ان هو يعني كانوا من انواع المساعدة والمشاركة ان حد من اطقم الطبية بلاش يبقى يعني اقل في اقل الحدود ان هو يبقى موجود لان طبعا هو ممكن يكون حامل زي ما حضاك بتقول ويبقى فرصة نقل العدوى طبعا الناس تانية بتبقى قل ويبقى اكبر وبعدين حضاك برضو احنا عندنا في المجتمع زي الكافيهات او الاهاوي او 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 بيبقى طبعا كل الناس موجودة وكل الاعمار موجودة فطبعا بيختلفوا في الجهاز المناعة بتاعهم الحيث القدرة على ان هو لو جات له عدوى او جات له نقل فيروسي ويبدأ يتشاط عنده الفيروس ويعمل عنده مشكلات الكابسولة النهاردة توزع بويند توزع بويند صحيح التمعنى والمصريين والعنم كله ان شاء الله بإذن الله هو النهاردة في حد ممكن يبقى عامل التحليل بيسقار ويطلع بوصدف وهو مش حامل الفيروس بص يا حدوى السؤال ده بقى هاداك هنجده الاسبوع الجاي ان شاء الله خلصت الكابسولة النهاردة وزي كل اسبوع الكابسولة بتمتاز بالسرعة بتاعتها هي سرعتها بيسموها كابسولة السريعة الاستجابة يعني بتجيب نتائج بسرعة خليني بداية معانكم اشكر دكتور محمد راست الشارع حسيني منها دكتور محمد اشكرناك الكابسولة الجزء التاني من فقراتها النهاردة هنتكلم عن حاجة بتهم كل الناس كل اسرة هنتكلم عن دور الحضانات في المجتمع خليني اطلع فاصل ونشوف بقى قصة دور الحضانات في المجتمع فاصل وانا وصل